موسيقى أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من برنامج نور لجميع الأمم وصلي إلى الله أنك تتبارك من خلال فقرات وأجزاء هذه الحلقة حديثنا عن موضوع كتير كتير مهم موضوع التبني هل من السهل أنك تتبنى طفل؟ إيش إحساسك؟ إيه مشاعرك؟ رح نعرف عن هذا الموضوع بعد قليل أكثر إسهاب طبعا ضيف الحلقة ما هواش غريب الأخ إليا مريس القس إليا معروف لدى كثير من المشاهدين نور لجميع الأمم وصلي أن هذه الحلقة تلمس حياتك وتستفيد وتتبارك منها روحيا رح نعرف عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار سيظهر العنوان أو رقم الهاتف موجود أمامك على الشاشة يمكنك أن تتصل بنا أعزائي سأعود بعد هذه الترنيمة بالأحضان الأبوية ألبك بينادي عليّ بالأحضان الأبوية ألبك بينادي عليّ أرجع وتمتع برضاك عني هناك في المحبوب وأسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب راجع للآب الحنان واثق إننا لي مكان راجع للآب الحنان واثق إننا أعزائي بكل صرور وافتخار أقدم القس إليّ مريس القس إليّ هو خادم الإنجيل أصلاً من مصر بيخدم الرب في ألمانيا وفي أوروبا خادم متجول في كل أنحاء العالم يحق لي أن أقول هذه الجملة بكل تواضع وأيضاً معنا زوجته إنجابورك من ألمانيا أهلاً وسهلاً قسيس إليّ أهلاً وسهلاً أخت إنجابورك أهلاً بيك إحنا فرحانين كتير أن تكونوا معنا كزوج في برنامج نور لجميع الأمم شكراً التبني لكن قبل ما نبتدي بالحديث إذا ممكن اتعرفونا على وضعكو الأعائلة من فضلكم تفضل أخت إنجابورك أهلاً عايشين كما أنت قلت في ألمانيا أنا أختلا لأخناونا في مارس هرافنا، بعد ونك في مارس أنا ألمت للأرابي في أورونا شوي لكن كنت عيش في في مصر تسع سنين ودلوقت أنا أسفل لكن أنا أكلم مصري بلدي خالص وده برضو صعب لي شوي وأنا حاول أتكلم المصري الصعيدة ده خلوة خالص دي بعمل الموضوع صحلة شوي بنسبة لي إحنا قابلنا وتجوزنا سنة 1983 وأنا كنت بخدم الرب في مصر وإنج بورج كانت بتخدم الرب مع هيئة مسيحية وقررنا نكمل حياتنا ونعيش في مصر في أسوان والرب أعطانا طفلة اسمه بن يمين وهكذا بدأنا الخدمة داخل مصر طبعا ابتدتوا بالخدمة داخل مصر فالسؤال إذا كانت خدمتك في مصر ليه رحتوا لألمانيا بسبب موضوع الحلقة بتاع النهاردة في سنة 1989 كنا قدمنا الدعوة لنسيبي أخو إنج بورج ومراته وأطفالهم اتنين كريستوف وفيليب عزمناهم يجوا يعملوا أجازة في مصر وأثناء الأجازة في ظروف حادث لتاكسي انتقل توفى أخوها وزوجته وتركوا خلفهم طفلين مصابين من الحادث كانوا مع الأب والأم في نفس السيارة وربنا ساعدنا وأرشادنا أن نأخذ الولدين كان عمرهم وقتها كريستوف كان سبع سنين وفيليب كان أربعة ونص وبنيمين ابننا كمان كان أربعة ونص تقريبا وده السبب للأجله تركنا مصر ورجعنا لأن الأطفال من أب وأم ألمانيين الجنسية كان صعب جدا لغة جديدة طقص جديد مدينة أسوان حرارة شديدة غياب الأب والأم فجأة بدون مقدمات كان من الصعب جدا أنهم يكملوا في مصر لذلك فكر ربنا كان أن نرافق الأطفال ونرجع بيهم إلى ألمانيا هل قرار تبني طفل يلزم فيه استراحة وموافقة الرجل والمرأة؟ أتنين أنا أعتقد أن أهم شيء يعني هما لازم الأتنين أعرفين هما محتاجين كمان بات الموضوع ده مش صحلة وهم لازم يسادوا بات يجب أن يتعرفين باتهم أتنين يوافقوا على الموضوع ده عسم وأنا عاوز أقول أنه ده الرأي صحيح مية في المية أنه أنتو اتنين ارتحتوا على الموضوع آه جدا جدا كان مهم جدا أنه إحنا نستريح ونقبل الأمر بحرية كاملة بدون أي ضغط وأنا بقول ده رأي صريح لأن أتذكر جدا حالة من الحالات اللي شفتها في خدمة المشورة في سيدة ما عندهاش أطفال وكانت تبكي بوكة شديد جدا زوجها ما عندوش الاستعداد النفسي لتربية طفل غريب لكن قدام حالة البوكة الشديد والحزن المفرط اضطر مجبر أن يقبله طفل وكل ما الطفل يحصل منه شيء كان يقول لها ده قرارك مش قراري وهكذا مهم جدا أن الرجل والمرأة اللي هيتبنوا طفل يكونوا بكل استراحة وبكل موافقة مع بعض قبل اتخاذ هذا القرار لو فرضا أنه ذكرت عن هذا الشخص الرجل والمرأة فرضا أنه تبنوا ولد وبعد أكم سنة يكتشفوا أنه المرأة حامل إيه ممكن يكون الإحساس أو الشعور وده اللي حصل بالتحديد في المسألة اللي كنت بذكره أنه بعد سنتين وشهرين المرأة أصبحت حامل الزوج ما كانش عاوز الطفل ده المتبنى كانش عاوزه في البيت الزوجة كان عندها حالة قلق شديد ونقطة شعور بالأسف والزم نسيب اللي تبنيناه ده ازاي والأم ارتبطت بهذا الولد نفسيا وعلشان كده لازم نعرف موضوع التبني أن أنا بتبنى طفل أتعامل معه كما لو كان من صلبي ويأخذ جميع الحقوق العاطفية والحقوق الاجتماعية حتى المدنية فتبني طفل مسئولية أمام الله أولا وأمام الكنيسة وأمام المجتمع طيب أيهما أسهل إيه الأسهل نتبنى الطفل يكون بيبي أو أحيانا بيكون كبير بالسن إيه الأسهل أفتكى طبعا لما بيبي يمكن بساط شوي علشان هما يبدأوا من الأول خالس لما كرستوف وفليب كانوا أيشين معنا كانوا صعب شوي إسلا أنا ما كونش عرفة بسبب مية فيل مية هما بهبوا إيه وهم عايسين إيه وهم بيلبسوا إيه سهلة لما أنا ابتتي من الأول طبعا لكن أفتكر ديه وقت قليل خالس بياخد وقت شوي يمكن شهر شهرين هاق سيدا يمكن أكبر أكتر شوي لكن ديه في الأول بس هكون صعب أكتر وعايز أقول هو النظرة السطحية ممكن تقول لا خد طفل اللي بيقف على رجله بيمشي بيجري بيلعب أسهل من بيبي هي أسهل من حيث المجهود اللي ببزله مع الطفل العضلي أو الذهني لكن أصعب بكتير لأن أنا خدت طفل أصبح عنده إذا استطعنا نسميه أسلوب حياته مش هقدر كتير أعمل شيء أنا لو خدت بيبي صغير بقدر أعوده على أسلوب حياة مع ملاحظة في منتهى الحساسية أنا مش واخد الطفل أغيره الطفل ده كائن كامل إنسان كامل جواه تكوينه النفسي والعصبي وواخد من أبوه وأمه الأصليين كل صفات الوراثية أنا واخد طفل أربيه وأحبه وأقباله على ما هو لكن ما يمنعش أننا أعوده على أسلوب حياة يتناسب مع ظروف الأسرة بتاعتي اللي هو دخل إليها قسيس إليا أخت إنجابورك يمكن الناس اللي بتشاهد ويمكن بيفكروا في الموضوع هذا لكن إيه بعض الاعتبارات أو اللي ناخده في عين الاعتبار لما بدنا نتبنى طفل لو أنا هتبنى طفلة الأمر الأول هحط اعتبارات من جهة الطفل والاعتبارات نمرد به هحطها من جهة الأب والأم اللي هتبنوا فمن جهة الطفل ويمكن إنجابورك تتفق معايا في الأمر ده عمر الطفل عمر الطفل لازم يوضع في الاعتبار كويس جدا السبب اللي لأجله الطفل ده محتاج حد يتبنى على فكرة مش كل طفل بيتبنى هو يتيم يعني النهاردة فيه مؤسسات دينية روحية واجتماعية وإنسانية فيه طفل أبوه وأمه الكحوليكة بيشربوا كحوليات غير قدرين على تربيته فيه طفل أبوه توفى الأم مصابة بمرض يصعب معه تربية طفل فيه طفل لظروف طارقة محتاجين إنه يبعد عن الأسرة وفيه طفل يتيم فلازم أعرف كويس أعرف الظروف الخلفية ودي بتلعب دور كبير جدا في نفسية الرجل والمرأة اللي هيتبنوا هذا الطفل وهنا في المجتمعات أحيانا قسيس إلية في حاجة تسميها ممكن تكون بنت تحت سن القانون أو سن العمر وبيكون عندها بيبة ما بتقدر تربيه فممكن ناس تانية تأخذ هذا الطفل تمام الطفل اللي جه بطريقة غير مرتبة اجتماعيا قبل الزواج نتيجة علاقة جنسية بدون ارتباط وهكذا من ناحية الولدين بقى اللي هياخدوا الطفل ده لازم يرعى مثلا السن أيضا يعني ما ينفعش ناس في سن متقدمة ياخدوا بيبي عدة المرحلة اللي فيها يعرفوا يعني ايه البيبي ده محتاج حض أنا محتاج حضني محتاج يتبدر محتاج يتردع محتاج بعد الرضاعة يتخبط له على ظهره عشان يتكرع محتاج اللعب ننسي الحاجات دي العمر الحالة الصحية الصحة الصحة ايه فضالي فضالي الصحة طبعا لما واحد مريض واندها مشكلة هكون صعبة نسبالها خالص وصعبة لتفل كمان لازم الصحة هكون كويس وعلشان هي هكون سترونغ انف قوية عايز اقول في حتة الصحة دي في مرات بعض الزوجات اللي ما عندهمش اطفال بيقدموا على التبني بطفل مع ان امكانيتهم لا تسمح وبالحقيقة بالطريقة دي هم بيخطئوا خطأ شديد جدا في حق هذا الطفل اذا كان يتيم او لأهل او ايا كان عايز اضيف نقطة ثالثة مهمة جدا حالة اجتماعية افرد ان الاسرة دي عندها اطفال وعدد اطفالها لا يسمح بتبني ضيف جديد للأسرة افرد الأسرة دي ظروفها المادية محدودة ظروف السكن محدودة انا ما اخدش طفل والطفل ده اظلمه ما اوفرش لي كل الامكانيات دي امور لازم تأخذ في الاعتبار راح نواصل حديثنا قسيس ليا واخت انجابورغ لكن بحب اعطي فرصة انا ما بعرف المشاهد يمكن انت بتمر في هذا الوضع وبتمر في حالي مثل هذه الحال اللي ذكرها القسيس ليا لكن فيه علاج وانا بدعوك انك تستمر تبقى معنا حتى نشوف العلاج لهذا الموضوع سأعود بعد قليل في السماء ليتقادس اسمك ليتما لكوتك لتكن ماشئتك كما في السماء اعزائي كذلك على الارض وخفزنا وكفافنا عطينا فيه ايامنا وافبر لنا دوبنا كما نحن في غيرنا اعزائي اواصل حديثي مع القسيس اليا موريس وزوجته انجابورك عن موضوع التبني للاشخاص اللي يمكن فتحوا التفي في هاي اللحظة القسيس اليا هو خادم الانجيل من المانيا وزوجته انجابورك المانية من المانيا كانوا بيخدموا الرب في مصر في اسوان بالتحديد وصار حادث مؤلم في العيلة كان اخو انجابورك وزوجته بزوره مصر صار حادث سيارة مريع مات الزوج والزوجة وعندهم اطفال اتنين كريستوف وفليب اتبنوهن وطبعا حاليا عايشين في المانيا كنت عاوز اسأل قسيس اليا وكمان بحب اخد الانبوت من انجابورك لو انه بعض المشاهدين بشاهدوا هذه الحلقة او بشاهدوا الموضوع ومقبلين على تبني طفل فايه ممكن النصايح العملية اللي ممكن نقدمها للمشاهد تابعا في فرق بير اذا تخسل سيما حصل معنا يعني حاج بسرعة اتقرر بسرعة ما فيش وقت ما فيش وقت ما فيش وقت تفكر ما فيش وقت تكلم عن الموتوه موتوه كله حاج كان بسرعة خالس لكن افتكر اكتر وقت اناس يفتكر وياخد تو تفل هما اندهم وقت كفايل يكالمو مابات وال preparation information دي حاج مهمة جدن مهمة خالس لاسم عرفين الايلا كلهم مواقفين ولا لا لما في اطفال في الايلا هما مواقفين ولا لا مواقفين مواقفين ولاسم كمان it depends المكان هما ساكنين فيه بيعتمد طبعا الهكومة طبعا بيقول ده ممنوع وده وده انتم ممكن تعملوا يعني لما هما ساكنين برا بلاتهم هكون يمكن تسكسيت القانون القانون هكون مختلف في كل البلد عايز المح على نقطة حساسة جدا اذا فيه زوج وزوجة مقبلين على تبني طفل يوضع في الاعتبار ان الطفل اللي هيتبنوه ده مش بديل لطفل كان في العيلة وتوفى وضح اكتر اخلي المضوع اه يعني زوج وزوجة عندهم ابن الابن ده لظروف مرضية او ظروف حادث مات فمفيش امكانية انجاب اخر وهيتبنو طفل لا يصح مطلقا ان الطفل اللي هيتبنوه يؤخذ كبديل للابن اللي توفى انا شفت حالة كانت جديدة علي جدا وتعلمت منها كتير في اسرة اخذ الطفل بديل ابنهم اللي مات قدام باب المدرسة في حادث سيارة ففوج الولد ان هم بيندهولوا باسم الابن المتوفي وعيد ميلاد الولد المتبنى كان يوم عيد ميلاد ابنهم المتوفي بدلوه ولبسوا الولد ملابس ابنهم المتوفي والحالة دي كانت صعبة ما يصحش ده كان صعب جدا وموضوع خطير جدا انا اقبل هذا الانسان الكامل عطيا من الله واتعامل معه ابن له مطلق وكل الحقوق المطلوبة ايه ممكن اللي يحدث اذا هل يمكن ان يحدث اي خطأ في الموضوع هذا طبعا حادث الخطأ وانا عايز اقول برضو في الحلقة دي بامانة ان احنا كمان كان فيه اخطاء لان زي ما قالت انجبورغ الحادثة حصلت قدامنا قرار ما كانش فيه فرصة زي ابو وام بيقولوا هنجيب طفل ناخده ايه ولد ولا بنت منين كبير ولا صغير بيبي ولا بتلميذ مدرسة احنا قدامنا طفلين بدون ابو ام في ظروف فكان لازم نتخذ قرار وكان عندك طفل كان عندنا طفل ابننا والرب ادانا دلوقتي كمان طفلين اللي عايز اقوله الاخطاء نمرت واحد مهم جدا جدا اذا كان في الاسرة اطفال زي ابننا والرب ادانا طفلين نعرف ان في فرق في نوع الحب ده امر حساس جدا مرات من المشاعر بترفض تقول كده بس دي حقيقة مرة بن يمين سأل انجبورج سؤال انا اذكر كويس جدا ياريت انت تذكري الحادثة ده بس دي حقيق هو كان لسه سغير خمس سنين وقيم مرة وسألني انتي بتهبني اكدر من الاتنين ادانين وانا ما كونش عايزة اقول ايوه 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 شعرت باسف لالاتنين اه وفكرت ده بردو مش سخ لما انا اقول كده ودي كان غلط مني اسله هو كان محتاج وطبع انا مش ممكن راير نفسي انا كنت هامل معه تسر شهور السي يعني المحبة طبع انا احب كريستوف وفليب كمان لكن نوع المحبة المحبة الموجنز العاطف المختلفين و ياريت انا نهاردة اقول يا رايد انا قلدو ايوه انا اهبك اكدر دي مش رمعانا انا فعلا اهبو اكدر من الجنين لا انا اهبهم لكن العواطف الطبيعي لانه انت حملتيه تسع شهور نوع المحبة بيختلف في محبة الابنة اللي بيحمل الصفات بتاعت الاب والام وفي محبة ابن بيحمل المشاعر والمسئولية والامانة الاتنين بيعاملوا في الهدايا في المصروف في الامور دي بطريقة واحدة بالتساوي لكن هناك شيء في نقطة تانية انا بذكرها جات في ذهني دلوقتي حتى في اسلوب التربية اللي خطأ اللي ممكن يقع فيه اب وام بيتبنوا طفل ان يفكروا لانه الطفل ده يتيم ما تضربوش حرام هتله اللي هو عايزه ده يتيم حرام ما تمنعوش من الامر الفلاني حرام لا ده اذا انا خدت ابني انا بعتبره ابن حقيقي لي يتمتع بكامل الحقوق ويتمتع باسلوب التربية وإلا ان انا بطلع للمجتمع ابني بيستدر ويشحط العواطف من كل مكان والاولاد ازكياء قد يستغل الولد موضوع انه يتيم ليصل لمقربه واهدافه ويعيش بلا رادع وبلا وازع وبلا تربية وانا بطلع شخص انا ضريته انا ما افتوش لا يصح الاتكالة على المشاعر فقط لكن يؤخذ في الاعتبار كابن في البيت يؤدى بوقت طلب التقديم ويكافأ ويمدح ويشجع وقت اللزوم التشجيع ايه مع الورسة مع الورسة المية مليون دولار اللي معاك يا استيسئلية بتورثهم للتلاتة بالتساوي الحقيقة اشكر الله اشكر الله ما كانش عندي اي دولارات ولا امكانيات فاحنا ورسناهم مخافة الله ومحبة الله ورسناهم الادب المسيحي وكل ما اعطانا الرب لكن لو املك شيء ساعطي بامانة بالتساوي واسمحلي بقى هاتر ادخل في جزء كتابي صغير جدا بيتكلم الكتاب في رسالة روميا واحب يمكن في الحلقة دي احط الاية دي رسالة روميا في اصحاح تمانية بيتكلم عن نوع من التبني اعظم نوع من انواع التبني في الوجود بيقول الكتاب من اية خمستاشر روميا تمانية خمستاشر اذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب الروح نفسه يشهد ايضا يشهد لارواحنا اننا اولاد الله فان كنا اولادا فاننا ورثة ايضا ورثة الله وورثونا مع المسيح واضح هنا خدت روح التبني خلاني من حق اقول لله يا بابا والروح بيشهد اننا ابن وادم ابن انا هورث الله مع ابنه مع المسيح يبل ابن المتبنى الله تبناني انا كانسان خاطي شرير اعطاني كامل حقوق ابنه الوحيد الحبيب فانا بتبني الله لي اصبح عندي حق المراس كاملا كما هو حقوق الابن الحقيقي في الختام شيء سريع كيف حالة او كيف الوضع الاولاد معاكم انا مابسوط اخالة ان سريع فليب هو دخل المترس الهود الهود ودي بني سبلي حق مخصوص وابننا كامان لكن مخصوص فليب اس لدم لما تخسل حق سيما حسلمان اخنا يعني دي حق كبير بود اخنا سألنا ليه ليه حصل حق دي معنا لكن دي سي انظر من رب تعويض الهي اولادنا التلاتة كريستوف هو طيار وحاليا في امريكا بيعمل تدريب على نوع خاص من الطيران فليب دخل كلية اللهوت علشان يكون اسيس للشباب وبن يمين دعا الرب للخدمة الاسبوع الماضي بالتحديد دخل كلية اللهوت يكون اسيس لسن الشبيبة قسيس إليا اخت انجابورك شكرا جزيلا والرب يباركو اعزائي اتمنى انه هذه الحلقة كانت سبب بركة لحياتك وانك استفدت روحيا على فكرة اذا محتاج ديفي دي يمكنك ان تطلب اذا عندك مزيد من الاسئلة حول هذا الموضوع يمكنك ان تكتب او تتصل بنا الى اللقاء والرب يباركو اشتركوا في القناة موسيقى